معي من بغداد هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مسر خير أهلا بك معنا سيد هشام لنبدأ بالموضوع القبض على الشبكة المالية هذه لداعش من هي شبكة الراوي؟ هذه الشبكة تعتبر هي أعلى شيء في الإدارة المالية لتنظيم داعش في العراق وسوريا هي خليفة ما تعرف بفواز جبير الراوي وهو المسؤول عن هذه الشبكة التي كان يديرها من قبل أبو أنس العراقي ومن قبلها أبو سياف التونسي تعتبر هذه الشبكة هي من تمتلك الكودات الخاصة في حوالات الأموال داخل وخارج العراق وسوريا أيضا استثمارات الأموال السلم أو الهيكل التنظيمي لسلم الرواتب التي تعطيه ما تعرف بليوان المالية المركزي لتنظيم داعش فضلا على معرفة الصيرفات والشركات التي تساعدهم في غسيل الأموال وفي حوالة هذه الأموال أيضا هناك ممكن الوصول من خلال هذه الشبكة على ما يعرف بشبكة التكافل الاجتماعي وهم أسر هذا التنظيم الإرهابي ممن يتقاضون رواتب سواء كانوا أبناءهم أو ذويهم من أسرة أو معاقين أو حتى قتلى في صفول تنظيم داعش إذن هذه ضربة ممكن كما صنفها التحالف الدولي سوف تكون قاصمة ظهر لهذا التنظيم المتطرف خاصة وأن الأخضار تؤكد قد تمنع هذه الشبكة أو سيطر على هذه الشبكة تجفف الكثير من منابع هذا التنظيم تضع استخبارات الدولية يدها على الكثير من الحسابات خارج العراق وسوريا ستردع لما بعد هذه المرحلة أيضا دكتور هشام لهذا تعتقد بأنه ستكون ضربة قاصمة غير موضوع القبض على شبكة راوي هذه تحديدا نتحدث عن خاصة أنه أعلنت التحالف بأنه أي أحد يساعد ماديا أو تكنولوجيا سيعاقب عواقب وخيمة هذا سيردع إذن كثيرين لأنه نعلم حتى في مساعدات على سعيد مبادرات فردية صحيح ممن هو متعاطف مع التنظيم حتى لو لم يكن منتميا بالتأكيد أنا برأيي الضربة الأولى سوف تجمد ليس أقل من 200 مليون دولار لهذا التنظيم المتطرف أيضا كثير من الشركات منظمات خيرية أو منظمات ذات بعد إنساني أو متعاطفين مع هذه التنظيمات الإرهابية قائمة كبيرة جدا سوف تطالها العقوبات الدولية والمحلية بحسب قوانين الإرهاب أيضا هناك الكثير من الشخصيات المؤسسات التي سوف ينشر غسيلها كونها داعمة لهذه الجماعات الإرهابية طيب دكتور هشام بي موضوع آخر متعلق طبعا بداعش أيضا ولكن غير الشق المالي المتعلق بالقبض على شبكة مالية معينة في الموضوع الليما يحدث بالداخل داخل داعش كيف بخضام كل ما يحدث سيؤثر هذا بالتنظيم نتحدث عن إعلان وأمر البغدادي هذه المرة بقتل ثلاثمائة وعشرين تقريبا من مسلحيه ماذا يعني هذا؟ يحدث عادة مع جماعات إرهابية حضرتك خبير بهذه الجماعات هل يحدث مثل هذا؟ متى في أي ظرف يكون فيه التنظيم؟ خاصة بأنه في قياديين أيضا من ضمن هؤلاء غالبا هذه التنظيمات المسلحة تكون متوحشة وبالتالي هي حينما تخسر أو تهزم هزيمة كبيرة تنتقب من أسباب الهزيمة سواء كانت الأسباب بسبب عدم سماع الأوامر المباشرة أو عملية الانتقال من مكان إلى آخر هو قال بأن الأسباب الخيانة والاستهتار بالتأكيد وكل من فتع حوارات مع القوات النظامية سواء كان في العراق أو في سوريا أو مع التحارف الدولي يعتبر في صدد الخيانة أيضا انسحابات دون الرجوع إلى ديوان الجند أو الرجوع إلى مجموعة البغدادية المعروفة باللجنة المفوضة تم تصنيفهم بالخيانة وبالتالي بدأوا يحملونهم أسباب الهزيمة وأسباب الفشل الذي وقع عليهم في العراق خاصة وفي السوريا نوعا ما بالتالي هناك أوامر من الهيئات الشرعية وبأمر من البغدادي بدأت بإنزال حكم الإعدام وهو ينتسبون في ذلك إلى أثر مقدس الذي هو التقهقر يوم الزعف أو الهروب يوم المواجهة بالتالي أظن هناك الكثير من هؤلاء سرق الأموال وهرب إلى تركيا والآخر هرب ربما إلى غرب أفريقيا وإلى أماكن أخرى من أوروبا والبعض الآخر اختفى ضمن محافظات لا يمكن أن يؤشر عليه بأنه إرهابي غير الكثير من أوصافها حتى من وثائق الرسمية بالتالي هذا اعتراف من داعش أنها هزمت من الداخل وأنها تقهقرت كون أنها مجموعة غير متماسكة مجموعة وظيفية في الغالب اقتصادية أكثر من كونها عقائدية محظة ما الذي حدث بشهر سبتمبر أيلول تحديدا؟ أنه بآب كان في اختلاف كبير بالتسجيل الصوتي الذي سمعناه من بغدادي بآب أغسطس كان يحف المقاتلين على المثابرة والمضي قدما بالعمليات الإرهابية اليوم يطالب ويأمر بقتل مسلحين ومن ضمنهم قياديون ماذا حدث بهذه الفترة؟ لنتحدث عن هذا الاختلاف الكبير المتناقض بشكل تام بين الإصدارين إذا صح التعبير حقيقة نعم أظن أن قوات التحالف الدولي استطاعت عبر وسطاء من العشائر العربية في مناطق الشرق السوري خاصة في منطقة السوسة ومنطقة الشعفة أن يفتحوا حوار مع عوائل وذوي الجماعات تنتمي إلى داعش إنهم ممكن أن يعطوهم فرصة لمحاكمة عادلة وأيضا فرصة لأن يتم الحفار على أهليهم وذويهم من أن تطالهم عقوبات سواء كانت عقوبات قانونية أو عقوبات أخرى بالتالي هذا الحوار عده البغدادي ومن حوله إنها خيانة في تسليم محتمل لهذه القرى والبلدات لقوات التحالف الدولي ومن معهم العشائر العربية وقوات قسر الديمقراطية أظن هذا الحادث هو الذي عده البغدادي ومن في معيته هو الخيانة الكبرى أنا أشكرك جزيلا من بغداد هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة ترجمة نانسي قنقر